اهلا بكم اعزائي طلبات وطالبات التعليم الفني وحلقة جديدة مع تخصص ملابس الجهزة احنا اتكلمنا قبل كده عن الموضة وعن خطوط الموضة والازياء وتاريخ الازياء ومصمم الناجح وازاي المصمم الناجح ايه مواصفاته ايه الخطوط اللي بيعتمد عليها اتكلمنا عن انواع البطرونات وازاي استخدم البطرونات الموجودة في السوق سواء البطرون مسطح او البطرونات الصناعية او البطرونات التجارية او البطرون الرقمي اللي هو بالكمبيوتر وقلنا ان احنا خلال قسم الملابس اقدر ازاي اربط تخصصي بسوق العمل واشوف سوق العمل محتاج ايه وايه هو المجال الغير متواجد في السوق وانا ممكن اشغله في السوق وازاي اواكب ايه التطور التكنولوجي الجديد لان احنا عندنا التكنولوجيا دخلت في مجال صناعة الملابس الجاهزة بتوسع كبير جدا في الاجهزة في الماكينات في المعدات في حتى الرسم البطرون والتعشيق وخطوات التصنيع خطوات الجودة التغليف والتعبئة كل ده دخل في مجال في مجال التطور التكنولوجي دخل بتوسع كبير جدا اغلبية المصانع والورش بتستخدم والشركات الكبيرة بتستخدم التكنولوجيا في صناعة الملابس الجاهزة طبعا احنا قلنا المرة اللي فاتت ان احنا كأسرة او كربة منزل ازاي اقدر اعمل مشروع صغير احسن بيه دخلي اتعرفنا على انواع البطرونات وقلنا ان في بطرونات متعددة في السوق وفي بطرونات انا ممكن ارسمها وان انا ازاي احسن من دخلي وابدأ اشتغل داخل بيتي بحيث ان ايه اني اقدر اعمل مشروع صغير كربة منزل او او تحسين الدخلي ان انا اقدر ارسم ممكن ارسم بطرون افصل لو هجيب مكانة صغيرة واشتغل داخل البيت النهاردة هنكمل الرحلة بتاعتنا مع قسم الملابس الجاهزة وهناخد الخطوات الاولى في ازاي اعمل قطعة ملبسية من بيدي انا لان انا اسم البطرون لو انا هرسمه يدوي بيعتمد على خطوات اساسية وخطوات هندسية عشان ابدأ ارسم بطرون صح لازم اعرف الاول ازاي اخذ المقاسات يعني كيفية اخذ المقاسات او طريقة اخذ المقاسات الصحية تعالوا نشوف مع بعض كده اول حاجة عشان اخذ طريقة اخذ المقاسات هنتددق بالسيدات دي عشان اخذ ايه المقاسات اللي انا باخدها باخد محيط الصدر محيط الوسط محيط اكبر حجم طول الضهر الطول الكلي طول الكم محيط الزراع اللي هو الاعلى اللي هو محيط الكم يعني ومحيط الاسور دي المقاسات اللي بتعتمد عليها طريقة اخذ البطرون الصحية طبعا اه الطول الكلي سواء الطول البلوزة او طول البنطلون او طول الفستان ده بقى حسب الطول اللي انا هعمله للمودي المقاسات بقى عشان ااخد مقاساتي لازم ان ااخد المقاسات بطريقة صحيحة تكون مضبوطة ولا يحتاج لعدة مرات للبروفا يعني انا لو اخدت المقاسات صح مش هحتاج ان انا اعمل برووفا كل شوية لان انا الشخص اللي بعمله البطرون مش هيبقى متواجد معايا فترة طويلة فلذلك ان انا لازم ااخد المقاسات صحيحة بحيث ان انا لو هعمل برووفا هعمل مرة او اتنين فقط مش هاعد كل شوية اقول له لا تعالى عشان اعمل برووفا لا المقاسات مزبوطة حردة البطن مش مزبوطة شكل الكتف مش مزبوط ايه التكسيم مش مزبوط لا لازم اكون واخد طريقة اخذ المقاسات اكون واخد المقاسات مزبوطة من على الجسم بحيث ان انا محتاجش ان انا اعمل ايه البروفا اكتر من مرة طب ايه هي بقى المقاسات باخدها ازاي اول حاجة دوران السطر باخد اول حاجة دوران دوران السطر باخده ازاي طبعا انا ما بستجي استخدم ما باجي استخدم اخذ المقاسات بستعمل شريط الكيس بستعمل شريط الكيس زي ما احنا شايفين كده دي المزورة المزورة دي بتبقى عبارة عن شريط مرن زي ما انتو شايفين كده ان انا بقدر اتنيه وافرده زي ما انا عايز اه هو شريط مرن بس غير مطاط يعني ايه غير مطاط يعني ما بشده كده ما بيتمطش معي طب فايدة الشريط ده ايه بقى ان انا بقدر اخد المقاسات من على الجسم بالمزورة دي يعني لما باجي اخد المقاسات من على جسم الانسان باخده بالمزورة طبعا ما باخدهش بالمصطرة اللي المصطرة ايه نشفة مش هتلف حوالين الجسم لكن المزورة بالنسبة لي تعتبر مرنة فبقدر الفها على جسم الشخص او اللي انا هعمله اللي هاخد مقاساته وارفع المقاسات بطريقة مزبوطة لما بناخد بالن المزورة عندي هنا بتبقى مرقمة ناحية بالسنتيمتر والنحية التانية بالبوصة لان احنا المزورة دي قلنا ان هي المزورة تعتبر مقاسات العالمية فبقى ايه بستخدمها في اغز ورفع المقاسات اول حاجة عندي هنا نبص مع بعض دوران السدر طبعا بقى ايه بلف المزورة حوالين السدر ياخذ بامرار شريط المزورة فوق عزمتي الزهر ثم فوق اعلى نقطة في الصدر مرن تحت الابط لوزراع مداليا مع ملاحظة عدم شد شريط يعني انا ما باقي جالف المزورة بلفها حوالين السدر ببدأ من العظمة اللي هي في نص الظهر ورا زي ما احنا واخدين بنا كده في الصورة اللي قدامنا وابدأ اشو الفه واخد المقاس بسيب براح مش بلف المقاس ان انا يبقى على الجسم بالزبط لا بسيب براح مسافة ممكن احط صوابعي انه هو بحسيب ثلاث سوابع كده بين المزورة وبين الدوران اللي انا اخدته بحيث ان انا ايه يبقى المقاس بتاعي مستريح مش واخده مزبوط ما اجي اعمل بطرون هيبقى دايق علي في الجزء ده بدي اول حاجة دوران السدر تاني حاجة بشوف دوران الوسط لو اخدت بالي دوران الوسط ممكن الشخص اللي باخده باخده المقاس بقوله حط ايدك في وسطك عشان هو ليقدر يحددلي ايد مقاس الوسط لان ايه ممكن فيه اجسام ايه انا ما بعرفش وسطها فين فبخلي الشخص هو ليحددلي مقاس الوسط لو انا مش شايفة مكان الوسط ايه كويس فبقوله حط ايدك في وسطك عشان ايه يحددلي مكان ايه الوسط بتاع طبعا بلف المزورة حاول أدك جزء في الوست بحيث يكون الشريط مضبوط طبعا دوران الوست بلفه بالزبط ما بسيبش إيه ولا سنتي ولا ملي ولا أي حاجة خالص باخده باخده الدوران بالزبط اللي بيطلع عندي على إيه جسم الشخص لأن ده بينفع في إيه يعني بيأثر في التأكسيم لو أنا عملت الوست واسع بيأثر علي في التأكسيم ما بيطلعش الموديل مضبوط فلازم دوران الوست أخده إيه بالزبط بعد كده بيأخد دوران أكبر حج طبعا دوران أكبر حجم ده بيبقى بعد خط الوست بيبقى عند دوران الجنيب طبعا بيمر الشريط حول دوران أكبر حجمه على بعد حوالي من 18 إلى 20 سنتي من الوست واجب أن يكون فتفاضا قليلا برضو نفس اللي أنا عملته في دوران الصدر بعمله في دوران إيه أكبر حجم إن أنا بلف المزورة بالزبط على الدوران وبسيب مسافة 3 سنطر 3 سوابع كده بحط إيدي 3 سوابع وبحيث إن يبقى فيه براح بين المزورة وبين الجسم بحيث إن الدوران يطلع إيه مظبوط يعني أنا بعمل إيدي كده هو بحط 3 قريب بعمل إيدي كده بين المزورة يعني ما بلف المزورة كده بعمل صابعي بكده بالتلات قريب كده بحيث إن أنا التلاتة دول كده يبان إن أنا فيه راحة بين الجسم نفسه وبين المقاس فبيطلع المقاس معي مظبوط ما بيكونش المقاس داي طبعا أخد بالي وأنا بقيس بالمزورة كويس جدا إن أنا ببدأ من عند الواحد الواحد سنتي اللي هو من بعد الحديدة وقيس وألف المزورة مع الجسم بحيث يبقى اللف كده هو أهو ماشي لو الجسم كده وبسيب الفاصل اللي هو التلاتة كده فيه دوران السدر ودوران الهنش بحيث إن المقاس يطلع عندي إيه مظبوط لو أنا مش هشتغل على جدول المقاسات وهشتغل على شخص إيه قدام نكمل بقى مع بعض طول الضهر طول الضهر اللي إحنا أخدين بنا إن أنا ببدأ طول الضهر أنا عندي فيه خط الكتف وراء فيه في الضهر عندي عند الراقبة فيه العظمة عظمة الرقبة فببدأ طول الضهر من عندها لغاية خط الوست يعني بيؤخذ هذا الطول من عظمتي الراقبة السفلية من الخلف على خط منتصف الضهر حتى منتصف الوست من الخلف يعني انا بمشي مع العمود الفقري يعني باخد طول الظهر ببدأ من العمود الفقري من عند العظمة عظمة الرقبة من الخلف العظمة الصفلية لغاية خط الوسط هو ده الطول بتاع الظهر عرفنا طول الظهر بتاخد ازاي؟ يعني باخده مع فقرة العمود الظهري بمشي معه على اساس ان ده الخط المستقيم اللي موجود في جسم الانسان لكن الدورانات والحرادات بتبقى ايه؟ على الشكل المخروطي اللي احنا قلنا جسم الانسان على شكل ايه؟ مخروطي مش خطوط مستقيم نكمل مع بعض طول الجنب طول الجنب احنا بناخد طول الجنب احنا قلنا الفرق بين دوران الوسط ودوران اكبر حجم اللي هو دوران الجنب بيبقى هو ده طول الجنب فطول الجنب ببقى بدأته الوسط حتى دوران اكبر حجم وياخذ على ايه؟ على خط الجنب يعني بيجي من على خط الجنب كده واخد دوران اكبر حجم واخد دوران ايه؟ دوران اكبر حجم كمل الطول الكلي بقى الطول الكلي ان انا هياخد طول فستين مثلا فيأخذ هذا الطول من ايه؟ من عظمة الرقبة برضو من الخلف كده ببدأ من خلف السفلية من الخلف على خط نصف الضحر ثم على منتصف الوسط من الخلف حتى طول المراطن يعني انا باخده من ايه من فوق لغاية تحت ما باخدهش من عندي خط الكتف لان خط الكتف عندي خط ايه ميل فمش هيتلع الطول مظبوط لانا باخده من اول ايه حردة عدمة الرقبة السفلية لان دي من بداية حردة رقبة ايه رقبة الخلف طب ده لو انا هاخد طول الكل لو انا هعمل فستان طب لو انا هعمل بلوزة يبقى هاخد الطول لغاية خط الجنب حسب الطول البلوزة اللي انا عايزها يعني هاخد الطول لغاية ايه خط الجنب انا خط الجنب عندي بيبقى ده نهاية ايه نهاية الكورساج خط الجنب هو نهاية يعني خط الوسط بعد كده خط الجنب بعد خط الجنب بقى انا بقيس البلوزة حسب ما انا عايزها يعني ممكن اعملها على نفس طول خط الجنب اللي هو الستين ممكن ازود تبقى سباعين تبقى تمانين تبقى تسعين يبقى انا بزود على خط الجنب زي مانا عايزة. طب لو هاخد بقى وهااخد بنتلون طبعا باخد من اول خط الواست وبنزل تحت يعني بقيس من الجنب بقيس خط الواست من خط الواست وبنزل على طول الجنيل اللي انا انا عايزها. سواء الجنية هتبقى ايه? فوق الرقبة او تحت الرقبة او شانيل ايه? ال eigى بتبقى الرجبة بجزء صغير او الطول الكلي اللي بتبقى عن ايه اه لغاية القدم من اسفل نفس الطريقة طول البنطلون انا باخد مقاس طول البنطلون باخده برضو كده من خط الوسط وبنزل من ايه على من على خط الجم لغاية طول البنطلون اللي انا عايزه ده الطول الكلي بقى الطول الكلي عندي لو انا هعمل فوس تاني بباخده من اول فين من اول عضمة الرقبة لغاية ايه نهاية الجزء اللي انا ها لغاية طول الفستان اللي انا عايزه سواء لغاية الرقبة تحت الرقبة اه لغاية القدم بزي ما انا ايه عايز بس انا باخد المقاسات صحيحة لان اخذ المقاسات الصحيحة بيطلع المنتج عندي زي بجودة عالية ده ده الطول ولازم نروعي ازاي اخد الطول مزبوط نكمل مع بعض بعد كده هناخد طول الكوم ينخذ من بداية الكوم من اعلى الى طول المطلوب تنفيذه بالنسبة للكوم القصير وللرزغ مرا بالكوع بالنسبة للكوم الطويل طبعا انا باجي اخد الكوم اخد بالي معي ان انا باخد الكوم ده بالمزورة يعني بقيسه بكل مقاساتي باخدها بالمزورة طبعا انا لو هقيس الكوم باخده من اعلى الكتف من هنا من عندي العظمة دي بقيس من اول هنا حسب طول الكوم اللي انا عايزه طب هنا دلوقتي انا هاخد الكوم لو هاخده كصير طبعا بيبقى باخده لغاية الطول اللي انا عايزه طب لو انا هاخده الطول طويل لازم يكون دريعي في مستوى في المستوى اللي هو مستوى الافك كده بحيس ان انا لما اجي اخد المزورة المزورة هتلف معي لغاية الطول اللي انا عايزه طب ليه ما عملش ايدي كده هو واخده الطول كده. لان انا لو عملت ايدي كده واجي اه نفز الكم هلاقي الكم بقى قصير مبقاش طويل. فلازم ان انا ماجي ايس المزورة باخد الدوران كده هو ولفه لغاية العضمة بتاعة كف اليد هنا بحيس ان انا الكم بتاعي هيطلع مزبوط وهيبقى فيه راحة وانا ايه بنفز الكم. لان الكم عندي هو دي راحة راحة اليد اهم حاجة يعني الكم دايما بيبقى فيه مشاكل كتير في التنفيذ. فعشان كده بنقول الكم لو مقاس الكم اتاخد صح وانا بتحرك وانا بتندراعي وبفرده مش هشعر بمشاكل في ايه في الكم. فده لما باجي دي خطوات اخذ مقاس الكم الصحيح. ان انا لازم اراعي الخطوات دي في تنفيذ المقاسات لان لما باخد المقاسات صح بي ايه بيريحني انا في تنفيذ القطع وتطلع القطع بايه بجودة عالية. نكمل بقى مع بعض. هياخد بعد كده محيط الزراع. محيط الزراع ان انا باخد الدوران. هي الكم. يمر الشريط المظهورة حول اعرض جزء في الزراع. يعني الجزء اللي هو موجود في الزراع من اعلى هو ده اعرض جزء. باخد من خلاله محيط الزراع. ليه بنقول عليها سمنت الزراع. حيث انها اكثر جزء امتلاء. ويكون الزراع مدليا الى اسفل. مع ملاحظة عدم شد الشريط بل يكون فتفاضل. يعني انا ماجي اخد المقاسات با ايه? باخد المقاسات في الكم تكون في فتفاضة. يعني businessman انا لما اجي الف ايه الشريط المقاس كده على جسمي كده. ماشي? لازم يكون ايه? يكون في راحة في الايه? في المزورة. لازم يكون في راحة في المزورة. هنقولها تاني ان انا هنا لما اجي을 الف المزورة كده على الكم سواء ان انا هياخد الواسع من اي اتجاه زي ما انتم شايفين كده بشو بسيب راحة على اقل واحد سانتي بسيب راحة على اقل ايه واحد سانتي وانا باخد المقاسات اللي هي الدورانات بتاعة الكم لان الراحة دي هي دي الكم لازم يكون في راحة في التنفيذ ما يكونش ماسك على الجسم قوي وخصوصا كمان في الاقمشة اللي هي اللي هي مش مطاطة زي زي الحرير زي الستان زي الاقمشة اللي هي الترجال الجبردين اقمشة دي بيبقى فيها اقمشة نسيق مش تريكو فبتبقى الاقمشة ايه اه ماسكة يعني ما فيهاش مطاطية فبالتالي ان انا لما اجي انفز لازم يكون في راحة في القطعة بحيث ان ما اجي البسها بقى باعرف احرك ايه دي براحتي خالص وانا ايه وانا بشتغل ما حسش ان الهدوم مسك علي كده ايه فمش عارف اتحرك خالص او ديقة على الجسم ده طريقة اخذ دوران الكم انا ما ارجع تاني اقراها هقول ان انا باخد دوران الكم حوالين اكبر جزء في الكم اللي هو من بنقول عليها السمانة وبمشي مع الدوران لغاية ما انا ايه ما انا عايز حد لغاية الاسورة كمان بتاعة الكم لو انا عايز اعمل اسورة لو مش هعمل اسورة هو هسيبه من غير اسورة لازم يكون فيه وسع زي ما احنا شايفين كده وسع في الكم بحيث يبقى فيه راحة في الحركة اثناء العمل او اثناء الممارسة الحياة الطبعية بتاعتي ما حيثش ان انا الهدوم بتاعتي مضيقاني وانا ايه وانا شغيل هنكمل مع بعض هنكمل بعد كده هناخد محيط الاسورة محيط الاسورة طبعا ان انا بعد ما اخدت دوران الكم باخد محيط الاسورة طبعا بقول هنا بالنسبة للكم القصير يؤخذ حول ايه الزراعة عند الطول المطلوب تنفيذه بالنسبة للكم الطويل يؤخذ حول الرزق وفي الحالتين يجب ان يكون ايه برضو الاسورة تكون في تفاوضة ما تكونش ديئة طبعا انا اللي بقول ان الاسورة دي هي الشكل الجمالي اللي بجمل بيه المنتج فعشان كده بقول لو انا هعمل اسورة او قلبة بيؤخذ حول الزراعة عند الطول المطلوب تنفيذه يعني باخد اللي هو الدوران اللي انا اخدته اللي هو ايه دوران الكم وبعمل من خلاله ايه الاسورة ده بالنسبة لكم الطويل او كم القصير لكن بايه في الحالتين بقول عليه عفد فاط طبعا احنا بنقول ان الاسورة دي هي الشكل الجمالي اول انا بنضف بيها الكم فممكن اعمل الاسورة دي فيها كرانيش يعني ممكن تبقى اسورة وفيها على حرفها كرانيش على حرفها ضنطيل اه على حرفها ركامة ممكن اعملها قلابة ممكن اعملها من لون تاني فهي بقول ان هي الشكل ايه هو تنضيف للكم يعني الاسورة دي بقول عليها تنضيف للكم في نفس الوقت بتاعطاء شكل جمالي ايه ليه الموديل اعطاء شكل جمالي ليه الموديل كده احنا اخذنا طريقة اخذ المقاسات الصحيحة اخذنا ايه اخذنا ازاي اخذ دوران السد اخذنا ازاي اخذ دوران الوسط اخذنا ازاي اخذ دوران اكبر حجم اخذنا طول الظهر ازاي طول الكل ازاي طول الكم وعرض الكم والاسوي دي المقاسات الاساسية اللي انا باخدها لما يجي انفز اي موديل عندي نكمل مع بعض هناخد بقى جدول المقاسات يعني ايه جدول المقاسات او في جدول المقاسات او في جدول المقاسات جدول المقاسات دوت اللي بيبقى فيه المقاسات كلها بتاعة السيدات من اول بيبدأ من اول زي ما احنا شايفين كده من اول مقاس 44 و 46 و 48 و 52 و 54 و 56 لغاية 62 ده جدول المقاسات بتاعتي طبعا الجدول المقاسات بلاقيه فيه ايه مكتوب فيه الطول الكلي من ايه من حردة الرقبة حتى الابط حتى الارض من حردة الرقبة لغاية ايه الارض اللي هو لغاية كعب الرجل محيط الصدر ومحيط الوسط محيط اكبر حج الطول الكلي اه عندي الطول اه طول الضحر اه دوراني الابط طول الصدر طول الجناب الطول من الوسط للرقبة اه طول الكتف عرض عرض الضحر محيط الزراع محيط ايه اه محيط السقل الوسط طول الزراع الى الكوع وبعد كده محيط الرقب عشان اعمل الكل دي المقسات اللي بتبقى موجودة عندي في جدول المقسات طب انا بستفيد ايه من الجدول ده بقول ان الجدول ده ده اخر جدول اتعمل وده تبقى للمقاسات الاسسية اللي احنا واخدنا الجدول ده تبقى للاجسام المصرية والتي وحدت بجميع مصانع الملابس الجاهزة من حيث التوحيد القياسي لاسترشاد بهذه المقاسات عند رسم واعداد البطرون للمنتجات المختلفة لهذه الصناعة ولكن تخدم السوق المحلي يبقى هنا المقاسات دي هي المقاسات المصرية او الكياسات المصرية اللي اتفق عليها بحيث ان انا اقدر اشتغل عليها لو انا في مصنع او في شركة وهعمل منتج يبقى انا هشتغل بالجداول دي لكن لو انا بقى ربط منزل وهعمل مشروعي هاخد ايه اللي هيجي يطلب مني قطعة ملابس هاخد مقاساته طب افرض ان انا عايز اشتغل اراجع تاني المقاسات لو انا في شكة في المقاسات هرجع للجدول بتاعي ده بحيث ان انا اشوف المقاسات اللي انا اخدتها فيها ايه ناقص لو انا عايزة ازبط البطرون بتاعي اه بلجأ ليه ايه الجدول ده فالجدول ده هو الاساس عندي ايه اللي هو الكياسات ايه المصرية اللي تم الاتفاق عليها طبعا الجدول ده بيساعدني في ايه ان انا اعمل منتجات جيدة اغزي السوق المحلي داخل طبعا داخل جمهورية مصر العربية وان انا احسن من منتجاتي ومن جودة المنتج يعني المقاسات دي ساعدتني لان احنا في بعض الناس بتشتكي ان مقاساتها مش غير متواجدة لما بتنزل ما بتلاقيش مقاساتها فلما لما الجدول ده تم تنفيذه والناس بدأت تستعين بالكياسات الكياسية دي بدأت المنتجات تبقى متوفرة لبعض ايه المقاسات اللي غير ايه غير موجودة رغم يعني رغم ان في بعض الناس يعني بيبقى فيه عندهم مشاكل دي بقى اللي احنا بنتكلم عنها ان انا ممكن اعالج له مشاكلهم ازا نكمل مع بعض هنا الجدول عندي هنا جدول المقاسات هو ده الجدول اللي انا بشتغل عليه الاقي كل مقاس هنا في فيه فيه كل مقاس فيه مقاسين يعني انا عندي مثلا مقاس اربعة واربعين جيه ليه كياسين اللي هو ايه اللي هو بقول عليه مقاس اول وكياس تاني انه مثلا بيبقى فيه اختلاف فيه المقاس يعني ممكن يبقى مقاس اربعة واربعين بس فيه منه واحدة بتبقى رفيعة رفيعة واحدة بتبقى ايه مليانة فبيبقى الجسم الرفيع وجسم ايه السمين فهيبقى كل مقاس هنا معموله من اتنين لتلات نامزك انا لو اخدت بالي هنا هلاقي ان اربعة واربعين معموله مقاسين بس لكن من اول ستة واربعين لغاية اه لغاية واحي اربعة وخمسين هلاقي معموله تلات كياسات معموله تلات ايه تلات كياسات يبقى انا عندي اربعة واربعين معموله كياسين من اول ستة واربعين لتمانية لستة وخمسين معموله تلات كياسات يعني تلات مقاسات انه بيبقى فيه مقاس مشترك بس اللي بيختلف مثلا دوران ايه هلاقي بيختلف عندي دوران الوسط دوران استدر دوران اكبر حج ممكن دوران الوسط يبقى واحد بس اللي بيختلف ايه دوران اكبر حاج ممكن يختلف في الطول لو واحدة قصيرة او واحدة طويلة ممكن يختلف في الوزن يبقى انا بيختلف عندي حسب ايه حسب الدوران والحرادات ده اللي هو الاطوال اللي عندي والمقاسات اللي عندي ان هي بتختلف من ايه من مقاس لمقاسة فهو جدول المقاسات لو انا هتلاقي اكتر من جدول المقاسات لو انا دخلت على الشير وعملت آآ بحسة عن جدوى القياسات من السايدات هلاقي اكتر من ايه من جداول كتيرة جدا وتلاقي مسلا في مقاسات نعمول منها آآ مقاسين وتلاتة واربعة بيبقى مغيرين في ايه بيبقى الاختلاف بس في دوران السدر ودوران اكبر حجم دوران الوسطى وده اللي بيختلف من مقاس لمقاس بيبقى فرق بسيط جدا بين المقاس بس هو بيتحط تحت ايه المقاس دوت نكمل بقى مع بعض هنيجي بقى ناخد انا كده اخدت ايه اخدت طريقة اخذ المقاسات وازاي اخد المقاسات دي طب انا بعد ما ايدت المقاسات بتاعتي دي على ورق وعايز وعايز ابدأ انفزها يعني انا ايدت خلاص المقاسات على الورق وعايز ابدأ انفزها هنفزها ازاي ايه هي الادوات اللي انا هحتاجها علشان انفز بيها الايه البطرون بتاعي هل في عدد وادوات خاصة انا باستخدمها في رسم البطرون او طبعا ده ده اكيد طبعا نشوفها معرض اول حاجة عندي عشان انفز البطرون لازم اجيب ورق يعني هحتاج ايه ورق هل الورق دوت انا عندي انواع كتير من الورق عندي فيه اللي هو ورق الزبدة فيه ممكن استخدم لوان ايه اللي هو افرخ اللوح الخفيفة او فيه اللي هو الجلاد اللي هو ورق الجلاد البني يبقى انا ممكن يبقى انا هستخدم ايه يستخدم ورق زبدة يستخدم اه افرخ اللوح الخفيفة يما استخدم اللي هو ورق الجلاد اللي هو ايه البني يبقى انا كده هجيب الورق ده الورق دوت بيبقى استعمالي به لازم يكون استعمال بسيط جدا يعني مش يعني ما اكون اشتغل عليه هحتاج ترابيزة ان انا ارسم عليها مش هرسم مش ايه مش هرسم على الارض لأ انا محتاجة ترابيزة ترابيزة دي تكون مسطحة مش ما فيهاش اي خروم الخشب بتاعها مش مظبوط لا يبقى الترابيزة بتاعتي تكون ملساء ومسطح ويفضل تكون الترابيزة دي مغطاة بطبقة من او 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 ازاز او محتوط عليها ازاز زي مثلا زي ترابيزة الصفرة لو انا هرسم البطرون هرسمه مثلا في البيت على ترابيزة الصفرة ترابيزة الصفرة بتبقى ترابيزة مسطحة اه بيبقى محتوط عليها اه الازاز بتاعها فبتبقى ايه ما فيهاش اي تجعيد يبقى انا عشان ابدأ ارسم البطرون بجاهز الورق بجاهز الترابيزة اللي انا هرسم عليها البطرون طبعا انا ماجي افرد الورق بتاعي هحاول اسبته بسلوتيب يعني اجيب ادي الورق بتاعتي اهي كده هفردها معي كده واروح مسبتها على الحروف من هنا كده بسلوتيب بحيث ان هي ما تتحركش اسنق ما انا ايه شغال على ايه على البطرون وانا برسم بطرون ما تتحركش الورقة من عندي طب بعد ما بسبت الورقة على البطرون هحتاج ايه بقى عشان ارسم البطرون بتاعي هحتاج نوعين مساطر ممكن مسطرة واحدة يعني المتوفر عندي طبعا انا بحتاج مسطرة خمسين سانتش تبقى ايه المسطرة اللي هي الباغ البلاستيك اللي هي خمسين سانتش دي عشان اخد بيها الاطول طبعا لو متوفر عندي المتر الخشب ماشي لو غير متوفر عندي انا ايه هستخدم المسطرة اللي هي الخمسين سانتش اللي هي الباغ طيب بحتاج مصطرة كمان صغيرة اللي هي 30 سنتي يبقى انا كده ايه جهزت المساطر عندي لو عندي مثلس بجاهز المثلس يبقى لو عندي مثلس بقى ايه بجاهز مثلس معي حيث ان انا قدر اعمل منه الخطوط المستقيمة بتاعة البترون لان المثلس عندي بيبقى عندي ايه زوايا قائمة فبقى ايه بقدر اعمل منه الخطوط المستقيمة بتاعتها عشان اصبت خطوط البترون طيب يبقى انا كده قلت ايه اول حاجة الترابيزة اه تكون ملساق ومسطحة اه الورق اللي انا استخدمته الورق اللي هو ايه اما ورق زبدة ايه اما افرخ لوح ايه اما ورق الجلاد البني طبعا المساطر احنا عندنا ايه اما مصطرة 50 سنتي والمصطرة 30 سنتي دول بيبقى السين معايا والمثلس ايه امكان لان انا بيبقى لازم يبقى معندي في البيت بقى مدام انا عشتغل يبقى معندي مسلس وعندي حاجة اسمها ريجة الريجة دي بتبقى مدورة كده ليه بيعمل بيها دورانات الجنيب ممكن اعمل بيها حردة الباط فريجة دي بتبقى اساسي ايه اساسي عندي المتر ده بقى المتر الخشب ده لو متوفر ماشي لو غير متوفر مش مشكلة المصطرة 50 هتقدي ايه الغرض ايه تاني بقى هبدأ ارسم البطرون انا محتاجة ايه محتاجة المرصاص معايا طبعا يبقى معايا استيكة نظيفة معايا برية عشان قابري بيها الالم احاول ان سن الالم بتاعي يبقى رفيع ما يبقاش تخين وانا برسم خطوط البطرون بتاعتي تبقى خفيفة وانا برسم يبقى انا ايه كده الالم الرصاص معايا هيساعدني في رسم البطرون هحتاج معايا الالم الرصاص الالم ازرق وقلم احمر لان انا بعد ما بخلص رسم البطرون لو انا عايزة اشيله او اخليه عندي واشف البطرون ويبقى عشان يبقى ده للتعشيق فبعمل حاجة اسمها ايه بلون البطرون بلون البطرون بقلم الاحمر عندي يعني الامام بيتلون باللون الاحمر والخلف بتلون باللون الازرق اللي هو الجزء البطرون اللي انا هقصه هو ده اللي بيتلون لكن بقيت البطرون عندي بيفضل بالرصاص زي ما طب دي الادوات بتاعة الرسم طب بقى ادوات بقى اللي انا هستخدمها لما يجي بقى قص البطرون وافصله كده هستخدم ايه بقى هستخدم مقص في عندي بقى مقصات كتير جدا عندي المقص اللي هو المقصات العادية الصغيرة عندي المقص المشارشل طبعا ده انا ببستخدموش خالص في قص البترون انا ايه ما بستخدم المقصات الصغيرة ايه ما بستخدم مقص الكبير عندي مقص اللي هو بتاع ايه بتاع القص القماش ده انا بستخدمه في قص القماش بس لكن انا بستخدم فيه اه قص البترون بستخدم المقصات الايه الصغيرة. طيب انا كده جبت ايه? جبت المقصات ان الصغيرة اللي هافصل بيها البطرون. انا بعد ما ايه ما ما هعمل البطرون وافصله. هبدأ بعد كده عشاء. ما انساش ان المزورة معي اساسي من ادوات البطرون. يعني المزورة اساسي عندي من ادوات ايه? اغز العلامات ومن ادوات التفصيل المزورة ما بتفرقنيش خالص. يعني المزورة دي حاجة اساسية معي على طول. ليه? لان المزورة دي هي اللي من خلالها بتبقعت منها مرنة معي فبقدر اقيس اي حاجة بيها. هقيس البطرون. هقيس التعشيق. هقيس الطول. هقيس القماش. هقيس اي حاجة بيها مزورة معي لانها مرنة. فسهل ان انا اتحرك بيها ايه? وانا شغالة في المنتج. بحتاج بقى معي دبابيس. عشان اسبت البطرون على القماش. بحتاج مارك. لو زي التبشير كده. لو ما فيش مارك بستعمل التبشير. اه المارك طبعا ده بيبقى الوانه كتير جدا. حسب حسب اللون اللي انا هستخدمه. طبعا لازم استخدم في المارك اه لون مخالف للون القماش عشان يبقى. عشان اقدر اعلم البطرون. طبعا انا عندي هنا ممكن استخدم في بعض السيدات بتحب بتجيب البطرون اه بتجيب الكربون. اللي هو الكربون بتاع القماش. الكربون القماش ده اللي هو بتجيبيه من عند الخردواتي. مش الكربون اللي بنيكتب به. كربون القماش حاجة تانية. كربون القماش ده بيبقى شمعي كده الطبقة شمعية. بيدي لون اه لما بتعملي خط كده على البطرون او هتعليمي على البطرون. بايه? بيزهر تحت على القماش. طبعا بيستخدموا مع الكربون دوت بستخدم معاه حاجة اسمها روليت عجلة الروليت عجلة الروليت دي بتبقى شبه شبه بتاعة البيتزا اللي هي بتاعة البيتزا بس في منها ايه اه السن بتاعةها مش عشر وفي منها السن بتاعة ايه نعم طبعا ان انا كربون ما بفضلش استخدامه في الملابس يعني انا ما فضلش استخدام الكربون زي ما احنا شايفين كده عجلة روليتو قدامنا هي كده. آآ الكربون انا ما بفضلش استخدامه في في اتباعة. ليه بقى? لان انا عندي مشاكل بتحصل في في البترونية. ممكن اطبع البترون غلط على القماش او ان انا نسيت وطبعت على الظهر على الوش بدل الظهر. فالكربون صعب جدا ان هو ان انا اشيله امحيه من على القماش. حتى ممكن بعد الغسيل كمان ما يتشلش. يريد تفضل علامات الكربون موجودة. فعشان كده بفضل استعمال المارك افضل من ايه? من الكربون. اللي عندي برضو في ناس بتستعمل الالوان اللي هي اقلام الجاف او الاقلام اللي هي زي كده. اللي هي اقلام اقلام التحديد. بتبقى شبه الكوريكتور طبعا. طبعا هعرفين الاقلام دي سواء الاقلام الجاف او اقلام التحديد اللي هي بتبقى سائلة دي. برضو دي صعب محوها من على الايه? من على المنتج. يعني حتى لو المنتج اتغسل بتفضل العالمة بتاعته موجود. فيفضل افضل بكتير قوي ان انا استعمل المارك في تحديد البطرون افضل من الكربون وافضل من الاقلام السائلة آآ في التحديد. طبعا انا عجلة ريليت مش بفضل استخدامها قوي لان انا لما باجي اعلم البطرون بتقطع لي البطرون يعني ممكن تشوه لي البطرون بتاعي. فبالتالي ان البطرون بتاعي دي انا مش هعرف استعمله تاني. فما يفضلش بيها يعني مش دي مش دي الادوات الاساسية اللي انا اجيبها. يعني انا انا اروح اشتري الحاجات اللي انا هستعملها في رسم البطرون. عشان اوفر كمان ليه انا كربة منزل اوفر الخامات اللي انا ايه هستعمل. يبقى انا هجيب الورق هجيب المزورة هجيب المسطرة خمسين هجيب المسطرة اللي ايه التلاتين. فيه المسطرة اللي ايه الطرية دي اللي ايه التلاتين سنتس دي. الطرية دي حلوة جدا لاني بتنفعني في الحردلات والدورانات بتاعة البطرون. آآ هجيب الريجة هجيب المسلس آآ ممكن اجيب المتر الخشب. آآ آآ واجيب المارك. آآ طبعا اجيب الدبابيس رفيع مش الدبابيس التخينة الدبابيس الرفيع عشان ما اجي اسبت البطرون على القماش بالدبابيس الرفيع دبابيس التخينة بتخرم الورق وبتخرم القماش يبقى روعي ان انا لما اجيب الدبابيس اجيب الدبابيس ايه الرفيع كده في دي الادوات اللي ايه بقول ادوات اخذ العلامات ايه ادوات اخذ العلامات اللي هي ايه المارك اه روليت الاقلام الاقلام الخشب فطبعا انا بس بفضل اقلام الخشب بفضل ايه المارك عن ايه الاقلام السابق طبعا ادوات القص اللي احنا قلنا المقصات بانواحها في مقصات انا بقص فيها بقص بيها البترون زي ايه زي المقصات الصغيرة عندي مقصات التانية بقى اللي بقص بيها اللي ماشي زي المقص الكبير اه ممكن بس تعمل المقص المشارشر في قص القماش لو انا مش عايز اعمل سرفلة للمنتج او عايز ادي شكل حلو زي مثلا لو عندي قماش القطيفة بقصه بالمقص المشارشر لما ايجي خياطه بيدي شكل جميل من الادوات التانية اللي انا بحتاجها في التنفيذ عندي فيه عندي حاجة اسمها الاصطافة وفيه عندي حاجة اسمها فتاحة العروي طبعا الاصطافة دي بتبقى ايه حاجة صغيرة كده وليها سن لو احنا شايفين في الصورة قدامنا هنا كده بيبقى حاجة صغيرة وليها سن كده صغير بحيث ان احنا لما اجي افك خياطة او حاجة بستعملها دي احنا شايفين هنا طبعا المقصات اللي هي الصغيرة المقصات باشكالها هنا عندي حاجة كمان ايه اه اللي هي الشكل بتاع الدبابيس احنا قلنا بنستخدم الدبابيس الفيعة اه ممكن كل الادوات دي بعمل مقلمة كده حط فيها الادوات بتاعتي بحيث ان الادوات بتاعتي ما 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 ضعش مني في بقى طبعا المكوى دي حاجة اساسية طبعا من ادوات بتاعتي ان انا بستخدم المكوى وترابيسة المكوى في الكي اه انا عندي انواع كتير من المكاوي اه اي مكوى موجودة عندك في البيت مش هنقولك اللي لازم تجيبي مكوى بالبخار اه او مكوى اللي هي الاوتوماتيك يعني المكوى اللي موجودة عندك في البيت تكفيق الغرض بس تعمل معاها حاجة اسمعها فضرة الفضرة دي يعني وماشاش خفيف كده بحطها على الملابس وانا بكوي لان الفضرة دي بتحمي المنتج بتاعي من لسعة المكوى يعني لسعة المكوى دي لما باجي اكوي في المكوى من سخنيتها بتدي لمع على الايه على المنتج لانا لما باكوي بالفضرة بمنع المنق بمنع اللمعة بتاعة المكوى دي يعني ما خليش المكوى دي اللمعة بتاعتها تظهر على المنتج اه طبعا انا باستح بحتاج بقى معايا برضو كأدوات بحتاج ابر للسراجة هو فيه ابر سراجة وابر خياطة ابر السراجة بتبقى طويلة وبتبقى ابر السراجة بتبقى صغيرة وبتبقى الخرم بتاعتها بيبقى ايه مدور وبتبقى سهل ان انا ايه بسرق بيها بسرعة لكن ابر الخياطة بتبقى طويلة ورفيعة وايه بيبقى الخرم بتاعتها طويل السوق بتاعتها اللي بحط في الخيط طويل طبعا بحتاج مع القبر اللي هو خيط الصراجة اللي انا بستخدمه في اثناء ما انا بسرج الملبس بحتاج بقى طبعا عندي دي القبر والخيط طبعا ده المكناة المكناة اللي انا هستعملها انا عندي ممكن لو انا عندي في البيت المكناة المنزلية اللي هي القديمة اللي هي سنجر دي قوة الشغل بتاعها بتبقى على قد شغل المنزل يعني على قد ان هي تعملي ممكن تعملي فستانين تلتة في اليوم لان المطور بتاعها بيسخن بسرعة فما بتقدرش تشتغل فترة طويلة جدا مزي مكنة ايه سنجر مكنة سنجر ممكن تشتغل ايه يوم كامل لكن مكناة الخياطة اللي هي المنزلية مكناة صغيرة فما بقدرش اشتغل عليها فترة طويلة فعشان كده بنقول عليها مكناة خياطة اللي هي المنزلية دي بتبقى على قد شغل ربة المنزل اللي هي هتحسن بيها داخلها وممكن بعد كده لما ربنا يكرمك ان شاء الله بإذنها لقدرش جيبي المكنة اللي هي سنجر اللي هي الكبيرة طبعا لو انا في المصنع بيبقى محتاج مكن سنجر بيحتاج مكن أوفر بيحتاج مكنة عراوي مكنة زراير مكنة لف حسب امكانيات المصنع بدأ وفيه بيبقى فيه طبعا في الخط الانتاجي عندي بيبقى فيه مكنة أوفر ثلاثة وفيه أوفر اربعة وفيه أوفر ايه أوفر خمسة كل واحدة من المكن با ليها عمل ان عندي الأوفر ثلاثة اللي هي بتعمل أوفر وبس لكن أربعة وخمسة بتعمل أوفر وقياضة عشان كده مكنة الأوفر أربعة وخمسة بيستخدمها في حياكة الملابس اللي هي الداخلية أو الملابس أو الأمصان بتاعة الأمصان الرجالي أو التشيرتات يعني بيستغنى عن مكنة السنجر وإيه واشتغل بمكنة الأوفر بس يعني أنا لو هاشتغل في البيت كربة منزل وهاشتغل مثلا في التشيرتات بس مش هتحتاجي غير مكنة أوفر خمسة مع المكن السنجر لو عندك علشان بس لو هتركبي البيهات بتاعة الرقبة فهو حسب محضرتك هتشتغلي في البيت وهتشوفي الجزء اللي انت هتشتغلي فيه وتحسني بيه داخلك هتحددي ايه هي الأدوات اللي انت محتاجاها داخل البيت عشان تقدري تشتغلي على وتحسني تعملي بيها مشروع لك دي الأدوات اللي احنا هنشتغل بيها علشان أقدر أرسم البطرون واقدر أنفذ القطعة بتاعتي في البيت هحتاج ممكن أحتاج فازلين أنا عندي فازلين بيتباع بالمتر الفازلين ده بيبقى لو طبعا أنا باستخدمه في الأكوال ما جي أعمل كولا أو أعمل قلابة أو هعمل اسورة بحتاج الفازلين طبعا أنا عندي الكولا بيبقى فيه ساعات الكولا ليها اسطنبة باشتريها جهزة من عند الخردواتي وساعاتا أنا ممكن لو أنا هعملها في البيت ومشهاز اشتريها جهزة بالنسبة لنا احنا كالسيدات بعملها ايه بعمل لها طبقة فازلين فالفازلين اللي هو بيتحط ليه الكولا وليه الإسورة بيبقى الفازلين اللي هو الخفيف لكن الفازلين التقيل ده بيبقى ده استخدامات تانية مش ايه مش للملابس اللي هي بتاعتنا احنا يبقى أنا لما يجي اشتري فازلين اشتري فازلين اللي هو الخفيف مش التقيل فيه بقى شريط الفازلين اللي هو بيتباع بيبقى عبارة عن بقرة كده زي بقرة اللزء كده بس هو بقرة وبيبقى فازلين خفيف اوي الفازلين ده ان انا لو انا عايزة قتني لكم قتني دي البلوزة للحاجات اللي هي التانيات الصغيرة اوي مش التانيات كبيرة بروح ايه حطاه بين الطبقتين وكوي بالمكوى فبيلزق عندي الطبقتين مع بعض لان هو الطبقتين بتاعه ايه لازم وبرده باستخدمه في المرض يعني انا المرض عندي هنا بتاع البلوزة او بتاع الجاكت او اي مرض او مرض عميس ان هو بروح لزقة بالمرض بحيث ان هو ايه ما يفتحش المرض معي او ان انا بدل ما اعمل خياطة بر او اعدى لفقه فهو شريط الفازلين ده بيغني عني عن ايه ان انا الفق الحاجة او ان انا استخدم اللفء كتير في ايه في اليه وخصوصا برضو في البناطيل الرجالي برضو ان انا بستخدمه في تاني رجل البناطيل الرجالي لان ايه اللفء برضو ايه اه بيه مع مع الغسيل الكتير بيه بيتقطع اللفء الخضة بيتقطع فالفازلين بيفضل فترة طويلة حتى لو هو فك انا وانا بكوا البنطلون بسبته تيه ده من ضمن الادوات اللي انا بحتاجها برضو في الخياطة طبعا ايه تاني ممكن احتاجه بقى في الخياطة مثلا وانا بخيط ان انا فيه مصورة كده بتبقى رفياعة قوي ان انا بقلب بيها الاحزمة يعني هقلب بيها حزام بتبقى مصورة كده بستخدمها بتبقى عبارة عن شبه الابرة كده بتاعت المنجد بس طويلة شوية كده وليها دوران كده مدورة بحيث ان انا قدر اقلب بيها حزامة اقلب بيها قلابة دي برضو من الادوات اللي انا ايه بحتاجها في في رسم البطرون وفي اسناء الحيج احنا ايه قلنا كده كل حاجة ايه احنا محتاجينها فيه ادوات بتاعة المعدات اللي انا محتاجها اثناء ايه اثناء ما انا بشتغل في المنزل طيب انا ساعات ممكن احتاج وانا بشتغل على المكنة الخياطة اللي بتاعتي في البيت هحتاج مثلا جيفت الجيفت دي ببقى شبgod الملقات كده الجيفت دي عشان مثلا ενظف بيه الابرة ا 나도ف بيه الدواسة بتاعتي لو في خط شبك في المكوك من تحت فايه بنظف الجزء ده طبعا انا من بيجي عندي هنا في المكنة من بقى معي في المكنة في مكوك وفي مصورة انا ب совершتعلي مصورة معي بحيث ان انا وانا شغالة على مكوكة ما ايه مصورة تخلص اه ما عطلش نفسي وانا واملى لأنا ممكن ااملى كزا لون من ان الخيط اللي انا شغالة بيه بحيث لما المصورة تفضل اروح ايه مع بيه الخيط على طول واشتغل ايه على ايه الخيط الموجود دي الادوات طب نيجي بقى نكمل بقى مع بعض هنشوف ايه ايه هي الخامات بقى يعني احنا اخدنا كل الادوات اللي انا بقدر اشتغل بيها في ايه في الماكينة نشوف بقى ايه هي الخامات اللي انا باستعملها او اللي انا هستعملها عشان انفس بيها المنتجات او ايه هي انواع الخامات اللي موجودة تعالوا نشوف مع بعض انواع الالياف المستخدمة في صنوعة الملابس الجاسة هل الخامات دي ديها انواع او طبعا ليها انواع انواع الخامات موجودة انا عندي خامات طبيعية وعندي خامات صناعية وعندي خامات تركبية او ايه او بقول عليها اللي هي الخامات المخلوط طيب الخامات اللي هي اللي عندي الخامات الطبيعية زي ايه الخامات الطبيعية اللي هي بتطلعلي اللي انا بزرح زي زي القطن زي الكتان القطن والكتان من الخامات الطبيعية يبقى اي حاجة مصنوعة من القطن او مصنوعة من الكتان انا عندي زي النوع زي الكتان وماشي الكتان دي اكمشة قطنية الموجودة في السوق ايه تاني بقى طبيعي عندي حاجة اسمها عندي حاجة اسمها الحرير الحرير الطبيعي اللي هو بيطلعلي من دودة الاز عندي بعد كده ايه تاني بقى الخامات الطبيعية اللي هي الصوف اللي هو بيطلعلي من ايه من جلود الصوف يبقى انا كده عندي الخامات الطبيعية زي القطن الحرير الطبيعي والأصواف اللي هي أصواف الماعز الأصواف اللي هي بتطلعلي من جلد الحيوانات الخامات الصناعية بقى اللي هي بتبقى خامات طبيعية وبيدخل فيها ألياف صناعية الألياف الخامات التركبية بقى اللي هي الخامات اللي بتبقى مخلطة بين طبيعي وصناعي فبطلع منها زي ايه زي الفسكوز ده من الخامات الصناعية الخامات المخلطة بقى اللي هي الاقمشة اللي بستخدمها في زي بتاعة المطوفي كده دي بتبقى خامات زي الاسبستو دي الاقمشة اللي بستخدمها في الملابس الخاصة زي زي بتوع المطوفي بيبقى ليهم لبس معين يبقى انا كده لما اجي انزل اشتري قماش اشتري يبقى انا كده عرفت انواع القماش اللي اقدر اشتريه يبقى انا لما اجي انزل اشتري هشتري ايه اعرف القماش القطن لو انا عايز اقماش قطن حسب الموديل يبقى انا هشتري قماش قطن ايه لو انا هشتري الياف صناعية يبقى انا عرفت هشتري ايه لو انا عامله في الصيف ايه الاقمشة اللي بتمشي مع الصيف وايه الاقمشة اللي بتمشي مع ايه في الشتا يعني انا في الصيف يبقى انا هشتري يا قطن يا كتان يا حرير طبيعي يا حرير لكن لو في السيف يبقى اشتري الأصواف صوف طبيعي أو صوف صناعي دي الخامت فيه خامات بقى اللي هي الخامات النسجية والخامات اللي هي التريكو الخامات النسجية اللي هي اللي مفهش مطاطية لكن الخامات التريكو اللي بقى فيها نسبة مطاطية عالية زي ايه زي ايه المطاطة عندي زي اللكرة زي فيه عندي قطيفة مطاطي فيه عندي اللي هي اكمشة البضيهات دي كلها بتمط الجرسي بيمط فيه كمان اللي هي فيه ستان دلوقتي طالع اليوها ستان فيه نسبة مطاطية كل اكمشة الدنطيل اللي موجودة زي الدنطيل والجبير دي بقول علاني هي اكمشة فيها مطاطية يبقى كده احنا اخدنا ايه النهار ده اخدنا ازاي اخد المقاسات كيفية اخذ المقاسات بطريقة صحيحة كيفية اه اه ايه هو جدول المقاسات اخدنا الادوات اللي انا بستخدمها وبحتاجها وانا برسم البطرون اخدنا انواع الاكمشة علشان لما يجي انزل السوق ابيعارف انا هشتري ايه هي ونوع القماش وهشتريه ازاي اه تمام وهتمنى ان انتوا بالتوفيق ليكم وتكونوا توفقتوا في المشروع بتاعكم والحلقة الجاية انشاء الله هنتكلم عن كيفية رسم البطرون وهناخد طريقتين لرسم البطرون اه اتمنى لكم التوفيق والنجاح اشككم على خير الحلقة القادمة اشتركوا في القناة